موسيقى اليوم العالمي للتطوعي كان مناسبة لغرس أكثر من مائة ألف شجيرة بولاية برج بورريج جمعيات وشباب من مختلف شرائح المجتمع شاركوا في العملية التي تندرج ضمن مخطط إعادة تهيئة السد الأخضر قمنا بزراعة 150 ألف شجرة وفي المرحلة القادمة ستتم زراعة 50 زجملين ونصف شجرة في إطار إعادة تشجير السد الأخضر وهي رسالة ربما على قدر ما هو مساهمة في هذا البناء البيئي أيضا هي رسالة للشباب أنه من خلال الشجرة المستقبل لكم من المستقبل الآن تبنوه اليوم ولاية عديدة من الوطن والتي يمر عبرها السد الأخضر ستشهد حملات تشجير على مساحات تفوق المائة والثلاثين ألف هكتار هذه المنطقة تتواجد في السد الأخضر كما تعرفون أن السيد رئيس الجمهورية أسدى تعليمات بإعادة تأهيل السد الأخضر ولذلك سترنا برنامج كبير لتشجير أكثر من 130 ألف هكتار في كل الولايات السد الأخضر التي تعد ب13 ولاية ولاية برج وعليج في هذه الحملة التطوعية لليوم الوطني لتطوع لغرس الشجرة نغرس الشجرة اليوم لتظل علينا في الغد إن شاء الله الإنخراط في المسعى الوطني لإعادة بعث السد الأخضر إجراء من شأنه الحد من الاحتباس الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي الذي تسخر به الجزائر